اسم التجربة الانعكاس الكلي الداخلي في الماء الهدف من التجربة استنتاج مفهوم الانعكاس الكلي الداخلي في الماء عناصر الامن والسلامة الخاصة بالتجربة عدم سكب الماء تجنباً لخطر الانزلاق أدوات التجربة قارورة بلاستيكية ساعتها لتر واحد مؤشر ليزر حوض بلاستيكي ماء مثقب قمع خطوات إجراء التجربة نعمل ثقباً صغيراً في جانب القارورة البلاستيكية ثم نملأ القارورة بالماء بوساطة القمع نضع القارورة على حافة الطاولة ليتدفق الماء إلى الحوض البلاستيكي نعتم الغرفة ونمرر ضوء مؤشر ليزر عبر القارورة من الجانب المعاكس للثقب فنلاحظ ضوء الليزر مع مجرى الماء المتدفق النتائج يعمل ضوء الليزر على إظهار الماء المتدفق وذلك بسبب الانعكاس الكلية الداخلية النتائج